السلام عليكم ورحمة الله السلام هو حياتنا في رمضان السلام هو المعنى الكبير اللي احنا بنعيش به في رمضان وإحنا مستمرين في البحث عن نعمة السلام وبدأنا مبارح نتكلم عن إزاي نحيا مع أحبابنا والناس حوالينا في سلام فنتهيأ للعيش في جنة الحياة الأولى آه أنا بقول إن فيه جنتين جنة في الأولى قبل الجنة في الآخرة وليس معنى ده إن جنة الآخرة هي نفس جنة الأولى لكن إذا مررتم برياض الجنة فارتع وربنا سبحانه وتعالى ما كانتش فتح أبواب الجنة في رمضان إلا عشان نتيقن إن فيه باب مفتوح للجنة في الدنيا ومن أكتر الحاجات إن احنا ممكن نعيش بها في جنة في الدنيا هو السلام ومن أكتر المعاني اللي بتدي لحياتنا معنى وطعم ونحس فيها بالدفع وجود نفس جنبنا وجود نفس جنبنا بيطم من قلبنا ويبدد مخاوفنا وكمان يزهب وحشتنا وعشان كده احنا محتاجين سلام مهم في حياتنا اسمه سلام الأنس سلام الأنس ده من أكتر الحاجات اللي الناس بتدور عليها الناس بتدور على الأنس عشان تقدر تعيش ولذلك كان الاحتياج للأنس وجزء في حياة الناس وعشان كده وجود الأنس نعمة من نعم ربنا الكبير الودود سبحانه وتعالى لأنه بيخلي الناس تقرب من بعضها وما يعيشوش في جزء منعزل عن بعض قفلة الباب اللي بيقفلها الولد على نفسه والأسرة كلها برا بتحسسهم بالوحشة بتحسسهم أنه هو انعزل عنهم وهو بيقعد يعاني ولغاية ما يختار هو عايزب وحشته ازاي بالشاشة اللي قدامه عشان كمان يضيع وحشته فيحاول يبحث عن أنس مع أمواج زرقه قدام عينيه لكن الناس بتدوق أنسهم ببعض فجمال الأنس بيجي من أنسهم ببعض اللي ربنا وضعه في قلوبهم ما بينهم وما بين بعض في ناس وإحنا بنتكلم حاسين بواجع الحلمان آه أنا عارف أن في ناس وإحنا بنتكلم دلوقتي حاسين بواجع الحلمان حاسين أنهم محرومين من الأنس أنهم عايشين في وحدة ووحشة حتى ولو حواليهم ناس كتير دلوقتي أكاد يكون أغلبنا بيعاني أو مر عليه مرارة الأحساس بالوحدة في استطلاع عمله مركز من مركز الأبحاث المهمة لقياس الرأي العام ولقى أن واحد من كل أربعة بالغين في جميع أنحاء العالم عبروا بشعور بالوحدة الشديدة مش الوحدة العادية لكن الوحدة الشديدة الوحدة الشديدة اللي ممكن لو اتطورت تصل إلى الاكتئاب ودراسات بدأت ترصد أن الشعور بالوحدة والتعاسة بيساعد على سرعة الشيخوخة ويمكن عشان كده تلاقي شباب كتير عايشين معانا كأنهم معجزين عارفين يعني إيه معجزين؟ أنا بسميه عجز القلوب القلوب ساعات بتشيخ وكمان القلوب ساعات بتفقد شبابها وتحس بأن هي خلاص يلا حسن الختام لأن ما فيش حاجة في قلوبها ممكن تعيش له وما ببقاش فيه نظارة وما فيش حيوية في القلوب طب ليه بقى عندنا الوحشة بهذه الطريقة اللي ممكن تصل إلى التوحش في بعض الأحيين ومش قادرين نستقبل الأنس فيه شوية حجب مش حجاب واحد بس بتمنع قلوبنا أن احنا نشوف ونعيش بالأنس أول حجاب حجاب عدم قبول للناس إيه اللي بيخلي الإنسان قادر يستقبل الأنس وهو أنه يكون صاحب قبول للناس لأن القبول عامل بالزبط زي المفتاح اللي بيفتح القلوب عشان تستقبل الأنس عشان كده بدأنا بالكلام عن القبول مبارح لأن من غير القبول هيفضل بينا وبين بعض حيطان سد بتمنعنا أن احنا نشوف بعض ولا نقرب من بعض وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا أن أحاسي الناس أخلاقا الذين هم يألفون ويؤلفون الحجاب التاني اللي بيخلينا ما نقدرش نتلقى سلام الأنس حجاب وهم ندرة العلاقات أجي أقولك هو فين الناس دلوقتي هو في حد طيب دلوقتي ففي كتير بيظنوا كتير من الناس بيظنوا أن العلاقات الحلقائية المتينة خلاص مش موجودة واللي نقدر نحس فيها أن وجودها في حياتنا أمان وسند ندرة أو تكد أكون مش موجودة مع أن العلاقات الصادقة موجودة حوالينا طول الوقت بس إحنا محتاجين نفتح قلوبنا بالقبول لأهلها واللي بنعيش معاهم لأن هم لازم يدخلوا علينا من باب القبول عشان نقدر نعيش معاهم بالأنس محتاجين نخرج من عزلتنا والقوضة اللي إحنا حبسين نفسنا فيها وقعدين وحدنا وقفلين على نفسنا وحرمين نفسنا من أن احنا نحس بنعمة أن يجي حد يكلمنا وياخد بحسنا ونحس بالأنس معاه ونحس أنه جاي وكأنه جاي بنوم من عند ربنا الشعور ده شعور من مليان مدد من الله سبحانه وتعالى وده شعور جندي من جنود الله اللي بتحصل القلوب من الغم والهم لكن في ناس بتظن وبتعيش عمرها كله على أن الأنس مش موجود غير في الحب الرومانسي بس ولو ما فيش في حياتنا حب رومانسي يبقى عمرنا مع نحس بالأنس كلام كذب صحيح الحب الرومانسي هو بيجيب بعض الأحيان أنس لكن مش هو المسؤول عن بقاء الأنس المسؤول عن بقاء الأنس هو الحب الحياتي اللي فيه الناس بتعيش مع بعض فيه تفاصيل حياتها تحت مظلة رحمة ود الله فكرين الراجل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأ الصحابة بيقول له إني لأ أحب فلان قال هل أخبرته قال لا حضرة النبي قال له فاذهب فأخبره عشان يحس بالأنس يحس أن فيه حد على الأرض بيحبه فيحس بالأنس فالأنس رحمة ود الله سبحانه وتعالى مش بتعيش في مبلغات المشاعر والوعود الحب الحقيقي والحب الحياتي هو اللي بي مسؤول عن الأنس وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش الحب في كل أركان حياته ما فيش حد إلا ونلاقي معه حكاية حب جميلة سواء مع كل زوجة من زوجاته كل صاحب من أصحابه وبناته يا سلام على حب ستنا السيدة فاطمة البتول عليها السلام وأحفاده سيدنا الحسن والحسين وحبه وهو بيقبلهم وهو يشهد الناس على أنه هو بيحبهم وأحبابه وكل الناس وإحنا كمان كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا وبيبادلنا الحب ويقولنا أنه هو مشتاق لنا صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم بيغرس الحب في كل موقف بالنظرة بالبسمة بالكلمة كان يجعل الحب يسري في كل موقف إيه ده؟ في كل وقت مرة كان سيدنا حزيفة بن اليمن بيحكي جلست بجوار النبي وأنا أرتعد أرتعد من البرد إيه اللي حصل؟ فأحس بيه فبينما هو يصلي فتح النبي عباءته يا الله وأتخني معه في عباءتي فشعرت بالدفع لا 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 والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا معه لا زبط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا هذا الشعور مع هذا الصحابي إيه؟ حتى اللقمة كان صلى الله عليه وسلم بيخليها مليئة بالحب حبه وأنسي فكان حضرته صلى الله عليه وسلم يطعم ستين السيدة عائشة اللقمة في فمها بإيده الشريفة بإيده الكريمة ويأكل ويشرب معها من نفس الموضع يقول لها شربت منين فتقول له هنا فتحكي السيدة عائشة أن كنت أشرب فأناوله سبق أبيه هو أمي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه وأتعرق العرق إيه اللي حاصل؟ أخذ اللحم من العرق العظم بأسناني يعني بتشد بتشد حتة اللحمة فرسول الله يقول لها ادهاني فتناوله السيدة عائشة فيضع فمه على الموضع الذي أكلت منه السيدة عائشة اللحم ده مهم جدا أن احنا نعرف ده إن الحقيقة إن الحب الحياتي بيعمل ده لكن فيه حجاب مهم جدا اسمه حجاب التلاهي وعدم الحضور ليه دلوقتي بيزياد عايشين في وحدة شديدة لأننا بنحرم نفسنا من نعمة الأنس اللي ما بيطول تلاهينا عن أحبابنا إزاي بيحصل ده؟ ده اللي احنا نقدر نعرفه ونقدر نشوفه ونكلم عنه بالتفصيل ولكن بعد الفاصل جاءنا لحضراتكم ونحن مازلنا مع سلام الأنس سلام الأنس اللي في الحقيقة هو سلام عجيب يخلي الواحد يخرج من كل كآبتي ويحس بمعنى وهو معكم أينما كنتم إنه موجود نوره وتجليه في كل الناس بس فيه ناس ما بيقدروش يعيشوا سلام الأنس عشان الحجب اللي بتحجب نفسهم أول حجاب بتكلمنا عنه هو حجاب عدم قبول الناس وكان تاني حجاب برضو بيمنع ده حجاب ندرة العلاقات إن ما بقتش فيه علاقات صادقة وكله بتستني إن الحب الرومانسي بيظن إن الحب الرومانسي هو اللي بيجيب الأنس وقلنا إن الحب الحياتي وهو موجود في حياتنا وموجود في تفاصيل حياتنا ما ممكن نوصل له الحجاب التالت بقى هو حجاب التلاهي وعدم الحضور ليه دلوقتي بالذات بتجد إن احنا عايشين في وحشة شديدة قوي 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 لإن احنا بنحن نفسنا من نعمة الأنس لما بيطول تلاهينا عن أحبابنا إحساسك بالأنس بيكون لما تكون حاضر عارف يعني إيه حاضر مش منتاخد غياب من البيت وإنت جوه البيت مش منتاخد غياب من الأعدى وإنت جوه الأعدى مش منتاخد غياب من الشغل وإنت جوه الشغل لأ حاضر مع أحبابك مع أولادك مع أهلك أه صحيح الحياة سريعة ومليانة بالمشاغل لكن الحضور مع أحبابك مش محتاج على فكرة وقت ولا مجود زي ما أنت متصورة ومحتاج حقا واحد بس إن أنت تكون حاضر حاضر ولو عشر دقائق اللي هم ساعات بيتكلموا عنه اللي بيسموه الكواليتي طايم اللي هو وقت مليان عشر دقائق مليانين ونس ليك وليهم على فكرة الونس زي ما بتونس أنت بتتونس محتاجين نرجع للزيارات العائلية زي زمان محتاجين نتقابل نتجمع نتكلم آه أنا عارف إن السوشال ميديا الرابط المسافات على ما يبدو ظاهريا بالناس كتير بس عمره ما التواصل من خلال السوشال ميديا قد لحد أنس وإنتوا عارفين إن بعد ما بيقفل للصفحة بيحس يرجع تاني يحس إن هو الوحد وهو ده اللي بيخليه يرجع تاني للصفحة هو بيتلاها مش بيتقنس مش بيحصل له أنس مش بيقتنس هو بيتلاها عشان ينسى أنه هو وحدته ووحشته لذلك كل كل ثانية أنت لازم تحس فيها بالأنس لأن ربنا سبحانه وتعالى بيبعث لك معاني جديدة كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهم السنن اللي بيحس بيها بيحس بيها صحابه بالأنس هو التفقد التفقد ده بيعمل إيه؟ بيذهب الأنس لكن كمان التفقد بيهدد الوحشة فلما تتفقدوا قلوب أحبابكم اللي حواليه هتغمرون بالإيه؟ هتغمرون بالأنس ربع حجاب بقى وهو حجاب صعب شوية جدا جدا وهو حجاب ألام الفقد لأن في ناس كتير حوالينا حسين بألام الفقد بيخليهم مهما حاولت مهما كتر الناس حواليهم هم بيحسوا بالوحش بيحسوا بالوحدة إيه اللي بيخليه الناس تفضل تتوجع من الفقد؟ شوية معاني إحنا لازم نتكلم فيها أنا لأواني إن إحنا نتكلم فيها إحساسهم بأن أحبابهم راحوا للعدم لذلك في حقيقة لازم نعرفها إن أحبابنا اللي فقدناهم هم إحنا ما فقدناهمش هم ما أصبحوش فناء ما راحوش للعدم هم الوجودة على فكرة يتسع إن هم يبقوا موجودين معانا يعني الموت عندنا مش فناء الموت عندنا انتقال يعني لو حد من أحبابنا سكن في المحافظة اللي جنبي يبقى كده هو بقى عدم؟ لا طبعا فلازم نفهم إن القبور دي بيوت ولذلك السلام عليكم دارة قوم المؤمنين فهم في بيوت فلازم نفهم المعنى ده لإن عدم فهم المعنى ده هيفسد الحياة كل حد فينا عنده حبيب انتقل لازم يعرف إن حبيبه انتقل وهو موجود في الوجود الأوسع فهم الاتنين موجودين في دائرة أوسع هو حي باقي في حضرة الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الجنة فهو ممكن يكون في النعيم وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعرج لما وجد الأنبياء بيصلوا في قبرهم وده دليل على إنهم عايشين في حياة ثانية اسمها الحياة الوسطى الحياة البرزخية فدي حياة مش عدم إحنا لما بنمر كمان على أهل المقابر بنقول لهم سلام عليكم دارة قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون فلو كنا بنسلم عليهم وهم عدم كان ده يبقى عبس وده مش عبس ورسول الله قال لي من كمان قتل قريش في بدر وقال لنا إن هم سمعينه لكن احنا بنسلم عليهم عشان عارفين بنسلم على أحبابنا لما بمر عليهم على المقابر عشان عارفين إن هم بيردوا علينا السلام وبنسلم عليهم عشان نفى من العلاقة دايما بيننا وبينهم ودوات لما نفهمه يزيل كثير من الأوجاع لكن سبب مهم من أسباب الوجع الفقر إن احنا اعتبرنا إن أحبابنا كمان هم اللي بيدونا المعنى في حياتنا وده معناه إن واحد بيهدم نفسه هدمي ذاتي أسوأ حاجة ممكن تعملها في حبيب ليك إن تخلي حبيبك كل حياتك فيتحول حبيبك لعبء فلو جعلت كل حياتك فانتقل هو انتقل وخد معا حياتك فانت ضعت وأصبحت مشتت والحياة ما بقاش ديها طعم وده كله كذب فأحبابنا ما لهم متلقين للمدد مش مصدر للمدد هم زينا هم تلقوا المدد تلقوا الحقيقة وكانوا قناة للحقيقة على أي مقالته بنت حاتم الأصم لما أراد الذهاب أبوها الإمام حاتم الأصم لما أراد أنه يذهب للحج وما كانش معهم فلوس إلا فلوس قليلة فقالت له بنته اذهب للحج يا أبي فما عيدناك رزاقة ولكن عيدناك أكلة يعني إيه اللي حاصل مش أنت اللي بتلزقنا فإحنا وأحبابنا فقراء يطعمنا الله فمحدش بيصنع حياة التاني ومن أكتر الأشياء اللي بتخلينا إحنا ما نتعفاش بسهولة من ألام الفقد حاجة اسمها الأمجاد السودة مجد متركب من وهم أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بقدر أوجاعه أنت الإنسان عبارة عن إيه عن شوية أوجاع مع بعضها لكن في الحقيقة الإنسان يكون إنسان مش بيوجعه ولكن بوصله بوصله بالله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح ساعة ما تعيش وهو معكم أينما كنتم إنت إنسان فإزهار الأسى المتكرر مش نوع من أنواع الوفاء إذا كنت بتسأل ده نوع من أنواع الوفاء لا ده علامة الوفاء إنك تعرف بإني منزلة اللي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا أن من غادروا قد أصبحوا معاني في حياتنا أصبحوا معاني في حياتنا يعني إيه وسأت قيمتهم في حياتنا فباركت النور أحبابنا اللي انتقلوا ما زالت عايشة في حياتنا لأنهم بانتقلهم أصبحوا رموز وقيم فتلاقي أحبابنا انتقلوا أصبحوا رمز للرجولة ورمز للوفاء ورمز الكرم ونفز للقرب وحبايب انتقلوا وأصبحوا دلين على الله لنا بالحنانة والصبر والعفو فجزء من بصيرة العبد في الحياة إنه يعرف القيمة وراء اللي بيعيش معاه فما فيش حد بيحيا في الحياة إلا وخلف حياته قيمة القيمة ده سر من أسرار دوام علاقتنا بحبيبنا في حياتنا ومن سر من أسرار إنك تتيقن إنك في معية الله وأنس الله الباقي إنه هو معاك وأن الباقي معك ما ودعك لو حبينا بقى نخوض تجربة سلام الأنس نعمل إيه؟ أول حاجة ما تزعلش نفسك وعيش وسط أحبابك عيش معاهم وإنت مركز حاضر ما تبقاش قعد معاهم متلهي عندهم عيش معاهم عتلاقي خير كتير عندهم تاني حاجة تفقد أحبابك وإن لقيت حد حاسس بالوحشة آنسوا ولو بكلمة ولو بسؤال ولو بالابتسامة ولو برسالها تبعا تعالوا تالت حاجة غير فقلبك معنى فقد الأحبة من معنى الفقد إلى معنى للانتقال وأنهم أصبحوا رموز وقيم في حياتك اللي انتقلوا أنهم يدعو لك وتدعو لهم واجعل شوئك إليهم باب من أبواب الشوق إلى الله ولو عملت كده كنت على قدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم الصحابة لما كونوا بيقولوا غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة رابح حاجة أنا عايزك طول الوقت عشان تحس بالأنس أن أنت دايما تحس بإني دايما في حد الله سبحانه وتعالى ما أنسك به ملايكة الكرام ودي الله سبحانه وتعالى اللي بعته لك أنت مش في فراغ أنت في أنس الله سبحانه وتعالى مهما كنت وحدك الله معك فالباقي معك ما ودعك خامس حاجة أنا شاف أنت لازم تعملها وهتبقى جميلة جداً لو عملتها خليك كل يوم مقرر أن أنت تكون سبب أنس تلاتة من الناس تبعت لهم رسالة تبعت لهم ذكرى تبعت لهم شيء جميل تخليهم حسين بأنهم لسه عايشين في وقلوبهم لسه مغموسة في السعادة وآخر حاجة يريد تدعي في الصباح والمساء بالدعاء ده وتقول عشان تعرض نفسك ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ففي نفحة اسمها سلام سلام الأنس تعالوا نتعرض لسلام الأنس في الصباح والمساء وندعي بالدعاء ده ونقول يا سلام إني أعلم أنك معي وإني قد دخلت في أنسك وإني لا يشرق قلبي وتملأه سعادة لأنك معي الآن وإن كنت في ضيقي فيا مولاي أخرجني من ضيقي وحشتي إلى ساعة معيتك واجعلني أرى من حولي تجليا من تجليات أنسك ولكي أزوب في حلاوة قربك يا كريم يا ودود آنسني بمحبتك يا صاحب الفضل والجود يا سادة احكونا صفحتنا مفتوحة صفحتنا وصفحتكم صفحت بلنامج ولا تعسره احكونا عليها إزاي عتعيشوا بسلام الأنس وخلونا نقانس بعض نقانس بعض في ذكر الله ومحبة الله عشان نقتنس بأن الله دائما يقانسنا بأنه يجمعنا على خير وعلى محبة وعلى ذكر الله بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم ونجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجاءنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحت بلنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ومش بس أسئلتكم المباركة ونتلقى عليها كمان تجاربكم مع السلام يا الله على السلام ويا سلام على الأنس اللي بتحصل لنا من أسئلتكم ومن تواصلكم معانا وكمان مع مشاركتكم لينا تجاربكم اللي هي في الحقيقة تجارب تدخل كلها في الذكر إن احنا بنذكر بعضنا إزاي السلام نقدر نعيشه مع بعض ودي اللي بيسموها التجارب اللي ممكن في المستقبل ممكن توصلنا إلى رياضة النفوس يا رب اجعلنا دايما ممن يزكونن أنفسهم يا رب العالمين ونبتدي بأول سؤال مع أم زيادة أم زيادة تفضلي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام وراح تلاه بركاته أنا في الأول بشكر الإعداد بتاع حضرتك على زوءهم وأخلقهم واتمارنا السنة كلها تبقى رمضان عشان نشوف حضرتك كده مباشر يا رب يا رب يخليك وانا كنت اتصلت بحضرتك عشان لنا أختي قلت لك عشان لحضرتك إنها عند 21 سنة وصلتها مش حل لها وأخوة وكده والسبعة اللي انتحار قبل كده وربنا نجدها يعني والحمد لله وانا أزن جاوبت حضرتك قلت لك إنها محتاجة محتاجة دكتور محتاجة تأخذ لا حديثك ما جاوبت علي أنا أخذت لحديثك إنها مش عايزة تروح لدكتورنا كثير هي قلت لي أنا مش مريضة أنا محتاجة أعود مع الشيخ أو واحد يعرف ربنا يعود يتكلم معي أتطلع اللي هو وعود أتكلم معه ويتكلم معي أنا مش مريضة أهلا وسهلا أخذي رقم التليفون وأهلا وسهلا مش رقم التليفون هيدولك معاد على إن شاء الله واتشرف فيها إن شاء الله وتشرفنا في دار الإفتة أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا على دماغي من فوق أموزياد معي الأستاذ أحمد أستاذ أحمد إزاك دكتور عمر بخير الحمد لله كل سنة حالك طيب وحالك طيب وصحة وسلام يا فاندي أنا فيه سؤال بس عند حضرتك تفضل أنا دلوقتي بقى لي مثلا حوالي عشر سنين أو اتناشر سنة وما صلتش تمام إيه السابق أنا دلوقتي يعني كان الشغل ومثلا كان أكس الكلام ده بس الحمد لله بقيت بصلي يعني الحمد لله تمام دلوقتي في الصلاة الجماعة اللي هي بتبقى في المسجد لما المن بيقوم بالصلاة دلوقتي وأقول الله أكبر طيب دلوقتي أنا بقول معاه الفتحة ولا بعد ما بيخلص الفتحة بقول الفتحة لا بعد ما بيخلص تقول الفتحة لأن الإنصات أجمع العلماء على أن فاستمعوا له وأنصته قالوا أجمعوا على أن دوت في الاستماع لقراءة الفتحة من الإمام فبعد ما بيخلص الإمام انت بقى بتقول طيب أنت دلوقتي أنا واجب علي أن نقرأ الفتح هقرأها إزاي إذا كان هو في بعض الأحيين بيلحم الصورة مع الفتحة على طوله ما بيسيب ليش فرصة قرأها مش ده سؤال؟ اقرأ الفتحة حتى لو أن أنت بتقرأ الفتحة ما هو قرأته للصورة فاقرأ الفتحة حتى لو هو بيقرأ الصورة نعم وبعد ما بقرأ الفتحة بروح أقل للصورة التانية ولا بقولش الصورة التانية؟ لا ما تقولش الصورة التانية ما أنت خلاص هو الإمام ما هو اللي بيتحمل عنك الصورة التانية تمام يعني أنا أقرأ الفتحة بس أو ما بيقول لأمين أقرأ الفتحة على طول بالزبط. ماشي. شكرا. عفوا ان ربنا يفتح عليك ويزيدك نور وبركة سيد احمد. استاذ عثمان من المنوفية. استاذ عثمان. سيد عثمان. طيب يحاول يتسل بنا تاني لو سمحته. السيدة مشريف تتفضل? سلام عليكم. عليكم سعاكاته. اه دكتور عم ازاي حضرتك? فضل ونعمة الحمد لله. كل عم وحضرتك طيب. واولادك طيبين. وحضرت عليك الايام بخير يا رب. يسترك ربنا ان انت دعيتي الاولاد. المحب اللي يدعي الاولاد ويدعي دعي اهل بيتي. يحبهم اوه. يا رب. يا رب العالمين يا رب. يا رب. دكتور عمرا ده ليه عند حضرتك سؤالين معلش. اتفضلي. انا سني حوالي اثنين وسبعين سنة. لسه شابة يعني. وزي السنة دي انا صنت رمضان كله وصليت وختبت القرآن. الحمد لله. ومعجين عملت عملية رجلي قدم السكر. اه. فالسنة دي بصراحة مش عادرة اروح اصلي في المسجد زي كل سنة. طيب. دلوقتي انا بصلي في البيت واستروح في البيت وكله. هل ده يعني انا كده ربني يعني راجع عني برضو ولا ايه? حاضر. اجاوب عليك. ربنا اكريمك. والسؤال الثاني. السؤال الثاني ان انا بصلي في البيت بتي بصلي وانا قاعدة. مش بقدر اصلي ع stamريك. اجاوب حضرتك. اجاوب حضرتك يا حاجة مشريف. بس انا اطلب منك حاجة. لا. عذل محظم مع حضرتك ايج علين بعد عف video. ربنا اكسبك ان ربنا افوتك داك. ربنا يفوتك داك. وانا لو سمحت يا حاجة مشريف. بالذات انت. لو سمحت الايدعيلي. ادعيلي اطول حضرتك والله يا ربنا يبريتلك. ربنا يبريتلك يا رب. انا نحظر الخوف transati heated. حاجة مشريف. حاجة مشريف. انا انا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني يديم عليك وصلك بالله سبحانه وتعالى وكرمه يا رب وخليك إن شاء الله في حل وسرور وسعادة بص يا ستي أنت أصلا الدكتور لو كان أقيلك من السنة اللي فاتت ما تصميش وانت صمتي فلازم كنت تسمعي كلامه هو دلوقتي السنة دي قالك ما تصميش لأن أنت من الدرجة درجة عالية من السكر فأنت لازم تسمعي كلامه فأنت صيامك ده افتارك ده صحيح وإذا كان الدكتور قالك خلاص أنت مش هتصومي تاني هتطعمي عن كل يوم مسكين هتطعمي عن كل يوم مسكين خلاص خلاصنا موضوع الصيام أما موضوع الصلاة أنت كنت بتنزلت صلي في المسجد أنت مش قادرة تصلي في المسجد إن شاء الله وإنت في البيت هتقضي ثواب الصلاة في المسجد ليه؟ لأن العذر هو اللي منعك ورزيزيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه يكتب له ثوابه صحيح مقيم فأنت خلاص إن شاء الله يكتب لك الثواب صحيحة لأنه هو ده اللي أرشدنا إليه الرسول الله سلم إذا كان الواحد مش قادر يصلي وهو قائل وربنا يبارك لك ويجمع لك من تمام الأجر والعافية حق مشريف نعم أستاذ عبد الله يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل ونعمة الحمد لله كل سنة وحضرتك طيب السنة وحضرتك بخير وسلام يا فندي والله يا فندي أنا عندي مشكلة لا أعيز أقولها لحضرتك تفضل أنا متزوج من 31 سنة وخبال ساعدتك لسه حديث الزواج يعني 31 سنة ما دي بقول لك لسه حديث الزواج يعني آه ربنا أكرمني بخمس أولاد أربع أولاد يا رب وكل حاجة المهم ساعدتك أنا كنت عايشة كويستة وكل حاجة مرت بظروف يعني زياءة شوية من قمة فترة صغيرة لغاية 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 كورونا كده مثلا بعد كورونا فأبو جيش الست بتاعتي رفعت عليها قضاية خلع مم آآ ليه ابن بدأ يتعد عليها مم آآ رفعت عليها قضاية خلع وكل الأسف طبعا كذبتها وأنا رفض الكلام دا كله إن الكلام دا مخالف للشرائع السماوية طيب ما عليش بس خلينا نكرم في المساعد يعني أنت بتسألني وبتقول المخالف للشرائع السماوية خلينا بس نكمل السؤال يا أستاذ أستاذ عبدال عبدال أيضا فأنا أنا أنا بعتل حضراتكو هناك في شخص في المشيخة وفي ناس اتصر فيها على أساس نقعد ونحل الخلاف دا ونحل الموضوع دا هي رفضة طيب وبعدين هي رفضة ودلوقتي الولاد يعني بتحرد الولاد علي فين السؤال بقى السؤال أنا أعاول يعني أتصرف الموضوع دا ازاي أجاب بحضراتك يا أستاذ عبدالله طيب أستاذ عبدالله اللي حداك بتسألني عليه دا مش حكم شرعي قدمه هو استشارة وانت فعلا محتاج الاستشارة دي ان انتوا لتنين تكونوا موجودين أول حاجة أنا نصحت لك تعمل ايه دا شوف السبب الرئيسي اللي تم الخلعة علشان ومسألة ان الخلعة دا مش مخالف للشرائع السلام هو كلام الصحيح واللي موجود في القانون الموافق للشريعة وصحيح وكل اللي تم دا تم ليه المصلح الأمر التاني ببساطة خالص لازم تعرف الخلعة حصل ليه انت لو بتسألني يعني هي بتقول ان هي طول حياتها كانت محتاجة حد يحمل المسئولية وهي كانت بتحمل مسئولية البيت كأنها الرجل والست الاثنين مع بعض هي بتقول ان هي كانت محتاجة حد ما يقساش عليها ويعملها بالقسوة دي وانت جاي تفتكرني بعد سنوات طويلة لغاية ما حسيت ان انا معني انت متعملتش مع اهل بشكل صحيح فلازم نعرف السبب السبب ونعالج السبب أولا عشان نقدر نرجع لان انت دلوقتي مش أزواج هي دلوقتي مطلقة منك والخلع دا طلاق باقي بينونا صغرى اذا كانت دي اول طلق فاذا هي دلوقتي عشان ترجعلك لازم تقتنع بان هي وكأنك انت بتخطبها من جديد لازم تقتنع بانك انت بتحبها فانت لازم تفكر شويتين تلاتة ازاي هتوصلها المعنى دا لكن مش هتوصلها المعنى ان انت تبتدي تلوم عليها لان هي معنى ان هي راحت عمل دخولها ان هي وصلت الى الامتلاء فانت محتاج تخلي دا يتفرغ بشيء من الود والمحبة ويظهار الحب الحقيقي اما مسألة ان كمان الاولاد يتطور حالهم كده طبعا محدش في الدنيا يرضى ان الاولاد يتطوروا على ابوهم لكن دا مؤشر خطر يبقى انت محتاج معالجات دقيقة عشان تخلي حبك يخطخل مرة تانية في قلب طلقتك فده شيء مهم جدا لازم تعمله لازم تروح للموضوع اللي كان تسبب وتغيره ولازم يكون فيه يتدخل وسائط واهلا بكم في در الافتاة المسارية في مركز الاشياء الزواجي نساعدكم لو ان كنتوا اتفقتوا ازاي ممكن ترجعوا الزواج دا مرة تانية نعم والستاذة امل تتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم حكاته والستاذة امل ازايك يا دكتور عمر ازاي حضرتك كل السلام انت طيب وحضرتك طيبة وفضل ونعم الحمد لله الله يخليك والله يا دكتور عمر انا بس عايزة حضرتها تتكلم بالشرع والدين مع امرات الابن لما تكون الحمة طيبة وبتعملها برفق وبحنية وتنزل تجيب لها حاجتها وتكنس لها وتمسح لها وتخلي بيتها مش محتاج حاجة وبعدين في الاخر لما تقوم بالسلامة تعملها وحش وتخليها تمشي من البيت وهي انا ما عنديش الاولد واحد وابني بقى بيننا رين مراته وامه وانا ارمالة ومش بتقل على ابني في حاجة يعني حتى لو رحت اعادت انا اللي بخدمها مش بتخدمني يعني انا عندي ستين سنة بس الحمد لله بصحتي طيب انا اكلم حضرتك حاجة امل عن كل التفاصيل دي واكلم مرات ابن حضرتك ازاي ممكن يحصل حالة من حالات التعامل بشكل محترم وشكل لطيف اول حاجة ان كتير من الستات بيبقى عندها احساس باني مش هقدر اعيش في بيتي وحد معايا في بيتي فقد تكون هي طلبت ان هي فقط ان هي بقى عندها خصوصية ده مش معنى كده ان انت حاضر انت وانت بتكلميني انا مراعي جدا 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 ان ان انت احسنتي اليها وانت قدمتي عربون محبة ان ان انت هي تفضل تحس بانك انت ممكن تكوني معاها في نفس البيت لكن هي في الحقيقة هي ما قدرتش تتغلب على مسألة الندوة في انتهاك الخصوصية فانا عايزك اولا تتفهمي ان هي من حقها ان هي تكون في بيت مستقل لكن كمان هي واجب عليها كمان ان هي تفهم ان انت محتاجة رعاية ومحتاجة كمان احتضان ومحتاجة كمان مش فكرة ان حد يخدمك انت محتاجة حد يأنسك زي ما احنا كنا بنكلم ده فلازم تحمس زوجها اللي هو ابن حضرتك الى ان هو يكون احد مصادر الانس لحضرتك اما ان هما يستضيفوكوا بعض الايام او ان هما يروحوا لك في بعض الايام الخلاصة ان يفضل الانس ده موجود بينكم فانا شايف ان احنا نعمل التوازن ده ان هما يأنسوا حضرتك وما يسبكوش لوحدك وهي كمان تعيش حياتها بشيء من الخصوصية وهو ده التوازن المطلوب مش هيبقى التوازن ان انا اكبر انسان على انه يعيش حياة هو مش قادر يتعامل معها وانه هو حد مش قادر يعيش مع حد وحاسس ان ده تنوع من انواع انتهاك خصوصيته ده ممكن يفسد الحاجة وجهة بتاعة ابنك كلها هو مش هقدر اقول لها ان هي تفضل بده لكن واجب عليها كمان ان هي تساعد جزء وتعاونه ان هما يكونوا مصدر اساسي لانسك هما واولادهم واحفادك اللي ربنا يباركلك فيهم ان شاء الله نعم السيدة موليد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام وراح اطلوه بركاته ازاي حضرتك كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيب يا فندم الله يبارك في حضرتك انا كان عندي بس سؤال لحضرتك بس انا كان معايا اخويا من سنة قبل اللي فات بديك عملنا مشكلة كده مع اخويا واخوية توفى الله يرحم ومعايا اختي بتسايننا احنا الزنب بتقوله زنبه فرقابتك وكلما تشوف مثلا حد ينزل ابني وخطبته على الفيس يقولوله انت السبب انت السبب دم ابني عليك يعني ليه دم ابني ليه معراضش هي مشايلان احنا الزنب وكلما اجا صالحة هي ما بترداش كله مثلا بيقولولي صالحية عشان صلت الرحيمه كده هو ده مش اخوكم انتو الاتنين ايوه اخونا وكانت المشتلة معايا اخويا اتفرت بنتها اخو اتخاني معايا هي واخويا اتدخل بسبب بنتها اه يعني ايوه كان بسبب بنتها يعني بنتها مسلا كان فيه مشروع جواز ولا فيه من بحاجة لا لا كانت بتغير شوية بس ان المرات ابني وخطيبي ابني وعملوا مشكلة فهم اخويا خنائقة كبيرة وكده واخويا توفى فيها بس محدش تكلم اخويا ومات بس كده مدت ربنا طيب وخلاص كل الناس بتموت بأجالها محدش بيموت بسبب اي حاجة تاني انا احنا الزنب المسألة بصلت خالص لا تلتفت وهذا نوع من انواع سوء الظن ونوع من انواع التعدي على عرض الناس وده وتلاقيه صح وده وتلاقيه جوز مفيش حد بهو اللي قتل حد اللي قتل حد اللي فعلا قتل وحاول لا احنا ما جناش جنبه والله ده اخويا وكان غالي علي يعني مش معقول لا الكلام بتاعي ده تلتفت اليها والكلام ده تغير صحيح ومحدش بيقتل حد بان هو يرفض حاجة لا انتو مارستو حقكم ولو كان فيه اشكال فانتو كلكم اشتركتم في هذه المشكلة فقد يكون هو كمان له يعني الله يرحمه له حظ من ده لانه ممكن كان بشوية هدوء او شوية حكمة كان ما حصلش الكلام ده كله ومين قال ان هو كان تسبب ده اما مسألة انت تعملي ايه بقى مع اختك ببساطة خالص احسني اليها ادفع باللاته احسن هي لو بتعمل كده ما تفضلش انت تشيل الكلام ده في قلبك وحتى لو بتعمل كده دعاء عشان دعاء دعاء ظالم مش هيبقى مستجاب لكن انت يعمل ايه احسني اليها وبريها وما تقطعيهاش ابدا 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 نعم استاذة سمر تتفضل ايوه ايوه حضرتك اه المسألة انا دلوقتي طلحت للزكاة بتاعتي وانا مريضة ما بصمش رمضان طلحتها بشهر رجب تنفع طيب انت بتقولي بتكلم عن زكاة المال ولا زكاة الفطر لا زكاة الفطر لا زكاة الفطر على الاقل لازم يكون دخل رمضان انت اصدك في زكاة الفطر ولا الفدية ما انا برضو عايز افاهمك انت دلوقتي واحدة واحدة بس انت بتقولي دلوقتي ان انت مش قادرة تصوم انت سمعني ايوه سمع حضرتك لا حضرتك وطي التلفزيون لو سمعيني من التلفون ايوه سمع حضرتك انا كده بسعيد لا اسمع حضرتك وطي التلفزيون لو سمحتي بعد ايضا حضرتك او وطيت طيب يا فندي حضرتك سمعيني دلوقتي كده صح ايوه ايوه فحضرتك دلوقتي ببساطة خالص انت عشان يبقى عليك فدية لازم يدخل رمضان فمن شاهدة منكم الشهرة فليسوم يبقى انت لازم الشهر يدخل صح كده عشان يبقى عليك ايام او عليك فدية لازم يكون ده اكتب في زمتك ده بيحصل انت لما يدخل رمضان انت لو الدكتور قالك مش هتصومي ابدا اه ممكن في اول رمضان تدفعي فدية الشهر كله اه ممكن تدفعي فدية الشهر كله لو كان ايلك ان انت مش هتصومي رمضان كله لكن ما ينفعش ان انت تدفع الفدية ديت في شهر رجب يعني يبدو ان انت دفعت الفلوس دي في اطعام مثلا ولا حاجة فاعتبرت ان الاطعام دوت ده فدية شهر رمضان اللي جاي لا ما ينفعش خلاص يا فندي ايوه شكرا يا فندي عفوا لحضرتك يا فندي نعم السيدة مخالد تتفضل ايوه يا فندي سلام عليكم وعليكم السلام وعطل وبركاته لو سمحت والدي سنه كبير عدت 80 سنة وفي مريض كلا وكدا الدكاتر قال له ممنوع ان هو يصوم ممنوع طول حياته فدوات الفدء الفلوس اللي هيدفع عنده اولاده يعني زروفهم المادية معلش واحدة واحدة بس واحدة واحدة بس لا واحدة واحدة بس يا استاذة اسمعيني بس الدكاتر قال له له مش هيصوم تاني خالص اه بقضاش يصوم اه فمنعوه عن السيام ابدا منعوه عن السيام ابدا يعني ايو فندي عشان لو هو ليصام تاني عنده الكلة تانية هتتعب هو عايش بكلة واحدة دلوقت طيب فين السؤال السؤال بقى أحد يا تاك الفلوس اللي هو المفروض أنه يدفعها قائديا اللي هي بدل السيام اللي هي 30 جنيه اليوم دون دلوقتي هل دلوقتي هو مش هقدر يدفعها كلها مثلا شهر كل يعني حيث 900 جنيه صح؟ اه ما هو مش أنت عايزة تقولي هو مش هقدر يدفعهم مرة واحدة لكن هدفعهم على دفعات هل يدفعهم على مدار مثلا شهرين أو حاجة؟ طيب هو إذا كان هو لا يجد مال فيمكن أن يدفعهم على شهرين لأنه دين عليه لكن الأساس أنه يدفع طيب ده سؤال خلاص إذا ما كنتش هو قادر يدفع فيدفعهم بالتأسيط نعم طيب ولاده دلوقتي هل هم محتاجين الفلوس دي ممكن يديهم لولده؟ طبعا لأنه هو في الحقيقة لازم نفرق ما بين حاجتين ما بين الفدية ده فدية طعام مسكين ودي مش زكاة ده فدية فدية بتستحق للمساكين لماذا لا يجد ما يكفيه؟ فيجوز أنه يعطيه لده لأنه دوت مش زكاة ده ليس من باب الزكاة يعني ما يدومش لولده يعني؟ ينفع 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 إذا كانوا محتاجين نعم 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 ننفع إذا كانوا محتاجين نعم هم بقى أسرع العالم أنهم شغالين لا واحدة للوقتي بس أنت عارف ظروف البلد طبعا واحدة واحدة حاجة مخالف بس ركزي معايا لأن أنا عايزك تركزي معايا بس أول حاجة إحنا قلنا هيطلع الفدية ممكن يطلعها على شعرين لو أنهم عايوش الفلوس يطلعها مرة واحدة خلاص كده؟ الحاجة الثانية أنت بتقولي دلوقتي هو دلوقتي عنده أولاده محتاجين صح كده؟ هم في حد المساكين هم عندهم صحيح بيشتغلوا بس مش مكفيين بيتهم صح كده؟ يجوز أن هو يدي له خلاص؟ يجوز ماشي جزاك الله خيره جزاكه نعم أستاذ بيومي يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ بيومي كل عام وحضرتكم بخير يا فضلت الدكتور وحدك بخير وبصحة وبسلام يا فضلت وخالف نهاية البرنامج الموقر والتي تؤثره الله يا عز حضرتك تفضل أستاذ الاستفسار الأولان يا فضلت حضرتك زكاة الفطر السنة دي كان بالضبط؟ زكاة الفطر 35 جنيه تمام السؤال الثاني حضرتك يا فضلت هل العطر يفسد الصيام؟ التعطر بأي نوع من أنواع العطور؟ التعطر بأي نوع من أنواع العطور لا يفسد الصيام ولكنه مكروه بعد الزوال على ما ينص عليه السادة الشافعية مكروه أو خلاف الأولى يعني ليه؟ لأن سيدنا الإمام النووي وبيعلل ده بيقول لقوله صلى الله عليه وسلم دخلوفه فمس صائم أطيب عند الله من ريح المسك ليه طيب؟ لأنه يقولك أن ريح المسك ديت أن ريح المسك ديت ده شيء ربنا سبحانه وتعالى جعله في العبد فكأنه إذا تعطر ويقصد بذلك دفع هذا وكأنه يعني وكأنه يشمئز من هذا فقد يكون أثر ده على حسن أدبه مع عبادة العبادة بس دي كل حكاية سنة حضرك بأعتمد لأخذ زيناتكم عند كل مسجد مويس ما أنا قلت لكش إن ده حرام أنا قلت لك خلاف الأولى بس أنا لم أقول لك بأنه هو حرام يعني لو واحد تعطر ده ما يبقاش حرام يعني لو واحد هو إنما يفسد الصيام أكيد ما بيفسد الصيام تمام الذي يفسد الصيام هو ما يمنع الإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرق بس بارك الله وفيك وفيك يا سيد الله يبرك في عضتك يا سيدة احنا النهاردة تكلمنا زي ما أنتو أنشتونا النهاردة كده بسلام الأنس سلام الأنس ده بيخلي الواحد بتتجدد حياته بيخليه في وهج بيخليه في فرح بيخليه حاسس إن الحياة واسعة بيخليه أنه يحس إنه منطلق يستطيع أنه يعمل أشياء كتيرة سلام الأنس ده بالله عليكم محدش فيكم لا يفرط في أنسه ولا يفرط في أنس الناس آنسوا الناس واقتنسوا بالناس اقتنسوا بأولادكم ما تسيبوش أولادكم أفلين الأبواب على نفسهم ما تسيبوش ذوقاتكم منطويين على نفسهم وتقولوا هم هيروقوا روحوا أنسوهم أعودوا معاهم اتكلموا رمضان فرصة عشان نعيش سلام الأنس سلام الأنس ده هبة ربانية ومنحة سمضانية نعمة نفحة تعرضوا ليها من أهم النفحات في شهر رمضان سلام الأنس وتعالوا نطلب من الله سبحانه تعالى إنه يكتبنا في منزاق حلاوة سلام الأنس فنقول يا سلام إني أعلم أنك معي وإني قد دخلت في أنسك وإني لا يشلق قلبي وتملأه السعادة لأنك معي الآن وإن كنت في ضيقي فيا مولاي أخرجني من ضيقي وحشتي إلى سعة معيتك واجعلني أرى من حولي تجليا من تجليات أنسك فأنسني بمعيتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر